عشان ننتبه لان الموضوع انا بقولك لما الموضوع مش سهل سبع وعشرين مرة في القرآن يا حضرت عشان يحكي لك حكاوي قبل النوم عشان يسلي حضرتك وانتقعد مع اصحابك عشان يفهمك ازاي تربي ولادك الامر التاني يا جماعة خدوا بالكم في فرق ما بين التعليم والتسمين التسمين انك جايب بهايم بتأكلها عشان يسمنوا ويرابربوا ده سموشوع التسمين ده بقى اللي بعض الناس بيعملوه في ولادهم بعض الاباء وبعض الامهات انا مش بعمم تماما انا مش بعمم ارجوكم ما عندناش وقت للتهريك بعض الاباء وبعض الامهات متصور ان رحلته انه يهشك ويعلم ويفسح ويجيب تشرتات ما يعرفش ان وراه مهمة تربوية التربية التربية التعليم المتابعة ابنك لازم يكون تحت عينك ابنك لازم يكون تحت عينك الحمد لله رب العالمين دلوقتي فيه تلتميت ديب عاوز يفترسه وحتفاجأ او حتفاجأي بابنك لقدر الله لو اهملتيه دخل في سكة one way ticket مش هتعرف ترجعي منها تاني خلاص انتهت مش هتعرف تعملي حاجة ومش تعرف تعمل حاجة ربنا بيقولك كده وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرياتا ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدة ارجوكم ما تركزوش معا تقولك اصلا انت كنت منفعلي عم الشيخ انت بتتخاني عم الشيخ عم الشيخ لا بينفعل وعم الشيخ مش بيتخاني انا بكلمكم بس كلام رجالة كلام رجالة اللي تربنا عليه في الحتة بتاعتنا اللي تربنا عليها في ارض مصر وترب مصر وطيلة مصر وارصفة واهاوي مصر الوضع المايل ماينفعش الوضع المايل اللي حينتج المزيد من المخنسين علشان يقولك خليك رجل large خليك رجل سان فاسوخ خليك رجل كلام ده ماينفعش معانا احنا مجتمع لينا الدينة وتقاليدنا ولينا طبعنا ولينا كرمتنا ولينا اخلاقنا ولا بارك الله في اشباه الرجال ولا في انصف النساء لابد ان نتق الله لان حنسأل وقفوهم انهم مسئولون ربنا لما ربنا لما امر ولادك انهم يدعو لك مش امر ولادك انهم يدعو لك عشان انت علفتوهم علف مش عشان دستلوهم الثواني والرؤاء والمجلاش والايس كريم وطلعتوهم الساحل الشمالي والغرداء وشرم الشيخ مش ده همال ايه قال وقل رب رحمهما كما ايه ما تكمل انت بقى ما تخليك انت معانا كده في الصورة وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرة مش كما علفاني مش كما اكلاني مش كما هشكاني مش كما دلعاني مش كما كسياني وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرة ربنا ولا لا ربنا ولادنا ولا لا ربنا بقوله قال لقمانه لابنيه وهو يعيزه وهو يعيزه سورة سورة لقمان كل اللي عمله اللي احنا نعرفه عنه في القرآن انه كان بيرب ابنه كان بينصحه وبيوعزه وعاست ابنك عادت معاه خدت ابنك للمسجد رجعت معه وقفت تصلي جماعة به رجعت من اصحابه شمت ريحة هدومه فتشت فشونته سمعت مكلماته بصت في رسيله يا جماعة القطر جاي وبيوفرم والضحايا كتير والمنظمات الصهيونية ما بتهزرشي انا بقول اكلمكم بجد انا ما عنديش وقت اكلمكم في رقائق